‫نسأ ‫راح نحكي على ‫ال vertex سياس войل الم preliminary المضم screen سياسي سياسي مسيبي المشايا المن diesem المعيش المنم المنم بالتصح neutrمي الفكرة مننا إننا نحصل الريزولت اللي نريدها من العملية الجراحية الأوبن but with less cost على المستشفى less cost على الهاتف with less complications to the patient with minimal trauma ونحاول أنه نرجع الپيشنت إلى الدايلي المحلية إلى الوارك، والاسترق بدون السوماتيك pain with psychological trauma فبشكل عام احنا يعني minimally invasive surgery لها advantages وإلها disadvantages ما كفت شي purely positive بكل النواحي طبعا احنا واحدة من الadvantages الاساسية للمنمال invasive surgery هو انه احنا ما رح نفضر نسوي large incisions نسوي minimal incisions وبالتالي رح تقلل الpatient رح تقلل الpatient فاكو less trauma للنерв للتشوز للمسل less bleeding less scarring وبالتالي لما احنا نسوي revision رح يكون اسهل less trauma على المشكل عام يعني على التشوز وما رح نحتاج الى هلقة pain medications او ناركوتكس لأن الpatient رح يكون significantly less الhospital stay رح يكون تقريبا cut by more than half يعني ذا كان رح يبقى بالمستشفى خمسة يام رح تصير ثلاثة يام او يومين اذا كان رح يبقى عشبتين رح حصل خمسة يام وهكذا اوكي وبشكل عام it's less taxing على الimmune system الpatient رح يرجع ال overall activities ما لتا اسرع واكيد يعني بشكل عام هي احنا ما نقول انه هي بحد ذاته هي low cost لان هي مو low cost ابد تحتاج الى انه احنا ادنى appropriate يعني خلينا نقول devices تحتاج الى تحتاج الى يعني cost بيها بس overall overall هي رح تكون على less than انه الpatient يبقى بالمستشفى ايام ويبقى under the care ايام اوكي فبس طبعا تحتاج الى highly specialized medical equipments تحتاج الى surgeon هو يعني ما اخذ specialized training اوكي فال equipments مثل ما احتي انا it's more expensive than انه احنا نجيب سيئة جراحية اعتيادية لان لان احنا نشتري الجهاز هذا الجهاز يكلف هو اوكي او بشكل عام اذا نريد نحكي على وقت العملية وقت العملية الى حد ما مو كل العمليات بس بشكل عام هو احتمال يكون اطول من العملية ال open ليش لانه يحتاج الى preparation اوكي يحتاج الى preparation خصوصا بال abdominal surgeries احنا عدنا هواية اشياء بال minimally invasive techniques مو فقط surgery راح نجي نحكي على laproscopic surgery راح نجي نحكي على بعض الامور وسلسة نجي نحكي على endoscopy لما احنا دار ريد نسوي endoscopy يعني احنا دار ريد نفوت through oral cavity او through the anus واريد نشوف gastro intestinal system مثلا نبدي بال flexible OGD flexible OGD او gastric gastric gastro didonoscopy هذا OGD او EGD او esophage gastro didonoscopy اهنان احنا دنستخدم في flexible tube حتى دنفوت through the mouth والى esophagus ونباو على esophagus ونباو على stomach وصولا الى الدوادنا اوكي ليش احنا دنستخدم هدا شيء اولا كdiagnostic thing اوكي يعني هو الى diagnostic purposes و الى therapeutic purposes الdiagnostic purposes مثلا شخص عنده anemia اوكي الpatient اللي عنده anemia وطبعا هاي الحاجة احنا اغلب اللي صراح نحتي رح تاخده انتم بصف رابا الpatient اللي عنده anemia و unexplained يحتاج الى انه نسوي الى OGD و يحتاج الى انه نسوي الى colonoscopy لانه احنا لازم نكتشف شنو السبب اللي ديسبب هاي الانemia اوكي ضروري انه نعرف شنو السبب اللي ديسبب هاي الانemia لازم اكفد يعني هل اكفد ديسوي minor bleeding سيوان كان بالاستامك او سيوان ثانية نقطة يعني مثلا يجي ديزو او عنده ملينة يعني دارك 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 عنده ديسبب سيا و ديسبب سيا خصوصا لنفوق خمسة واربعين سنة نبدي نفكر بغير تفاصيل من تريد نعرف هل اكو هل اكو هل اكو غير غير داية ومفادة او لأنه هذا ممكن يسوي بارتس اسوفيغس مثل ما تحتينا بالتشو داكنوز يسوي متابليجيا هل تحتاج الى يعني ما نعرف ليش حاولنا بس ما نعرف شنو سبب الوامتي لأنه الدسفاجيا أبد ما تنحمل لازم نحدد شنو سبب شنو الكوز اللي ديخلي هاد البايشن يصر عند دسفاجيا لأنه كلش قد تكون تيومر مثلا أو بايشن عند أدينو بايشن بايشن دايب عند نوزي أو أي بايشن احتمال نريد يعني نشوف إذا شعن عند انفلامتري باول دزيز لأنه سرطن انفلامتري باول يعني نوعين الكرونز دزيز والألثراتف كولايتس عادة الكرونز دزيز تنفوف كل الكaster intestinal tract من المouth للانس فمن الممكن انه يصير كرونز بالستمك بالإسوفيكس أو دوريا ممكن بالدواتنا وممكن بالألثراتف كولايتس هنا نحن الوجي ديم لكل راح نستفاد من لأنه الألثراتف كولايتس راح يكون فقط بالكون زين therapeutically شنو اليوز ذي therapeutic لمن patient يجي عند bleeding الbleeding هدا قد يجي من esophageal varices نتيجة liver failure liver cirrhosis portal hypertension فنصير أكو varices لازم أسوي لها sclerotherapy مثلا أو انه احنا أكفر bleeding lesion موجود bleeding peptic ulcer شنو الى آخر اروش صار بالesophagus أو بالستمك ممكن انه نسوي الى injection of epinephrine أو we cut off مثلا certain growth من الممكن تكون موجودة بالمعدة أو بغير عماكن ممكن انه polyp أوكي فبالسناير ورح نجي ناخذه أو نريد نسوي mucosal resection نقص جزء من الميوكوز وناخذه كبييوب سي أوكي يلا قد الى ذلك اذا كان اكو اي foreign body قد إذا مثلا سوف جي الفارسي ومدا نقدر نتعامل إيها ممكن نحط يعني نسوي tamponaut أو single stack and blakemore tube اللي هو بعدين راح تأخذو بصفر أو بشكل عام مثلا certain photodynamic therapies for the treatment of malignancies إذا نريد نفوت إذا مثلا مرات الى يصرعتهم pancreatitis بعدين ورا فترة يصرعتهم في شي يسمون بسبب pancreatic inflammation يجمع حواليا pancreas ويحاوط نفسه في المembrane فيسمونه pseudosis فهذا يحتاج الى drainage الدrainage عادة مالته راح يكون through the stomach يعني يفوتون من السمك ويسوون drainage through the stomach فممكن endoscopic drainage of pancreatic pseudosis ممكن ينسوي tightening of the lower esophageal sphincter في بعض الحالات اللي بيها gastric reflux او gastro esophageal reflux disease الpatient في بعض الحالات لا بالعكس الpatient اصلا عند achalasia عند constriction اصلا اوكي يعني stenosis بيصير بالمنطقة بالتضيق بال lower esophagus الفود مدى يفوت لجو فهنانا ممكن انه نسوي اله myotomy هلارز myotomy او يسوي يعني اهنانا نسميها اوكي percutaneous او يعني عفوا basically نسميها ال-POM اللي هي peroral endoscopic myotomy اوكي اوكي ممكن percutaneous endoscopic gastrostomy اللي حتشينا عليه بال fluid و النutrition قلنا انه feeding tube placement او endoscopic retrograde colon geography او colon geography or ERCP اللي هو فهذه عملية انه نفوت من الاسطمك نروح للدوادنا و نسوي تنظير للقنوات الصفراوية عن طريق l-ampula of vater ونقدر من خلالها نشوف اذا كان اكو اي problem نقدر نسوي sphincterotomy حتى نفتح sphincter ونسوي dramage اوكي فايضا هذا الشي طبعا ERCP بحد ذاتها هي عملية both diagnostic and therapeutic وان شاء الله هاي راح تاخذوها بصفراوية فهنا مثل ما حجينا انه هذا ال-endoscopic اللي ال-tower multi اللي هو طبعا flexible وهذا هاي هي السكرين اللي راح يكون مربوط بها بحيث احنا راح نقدر نشوف نفس المبدأ ممكن انه يطبق على فكرة ال-colonoscopy لان احنا نقدر انه نستخدم نفس الفكرة بس نفوت من الانس حتى لنشوف ال-colon وطبعا بتفاصيل انه احنا لي وين نصل بال-colonoscopy هل هو sigmoidoscopy هل هو total colonoscopy نزيل هاي كلها راح تاخدوها ان شاء الله بس اطرابي همينا بي specific indications يعني 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 مثلا patient دي صار عنده bleeding chronic diarrhea هاي اشياء خلينا نشوف انه هذا patient قد يكون عنده ulcerative colitis قد يكون عنده Crohn's disease اوكي فهاي تعتبر indication for colonoscopy ال-patient اللي عنده anemia ال-patient اللي عنده altered bowel habit لاني alteration بال bowel habits خصوصا بال- old people it may indicate colonic malignancy على سبيل المثال او اذا channel patient indirectal bleeding او iron deficiencies enemy في بعض الحالات في بعض ال-patient اللي عندهم مثلا familial adenomatous polyposis اللي عندهم specific family members عندهم risk factors for colonic malignancy فممكن نسوي colorectal cancer screening ممكن اذا احنا ندازين ال-patient على CT وطالع abnormal CT result فممكن نروح نسوي biopsy للليجن colonoscopy في بعض الحالات colorectal adenoma resection therapeutic procedures مثلا endoscopic resection او اذا كان ممكن نسوي ال- dilatation ممكن نسوي ال- dilatation ممكن نحط stent ممكن ناخذ ال- argon laser اوكي هاي طبعا في بعض الحالات اللي عندهم patients اللي عندهم cancer وما نقدر نحن نتعامل بل- resection لانه patient ما يتحمل وهو cancer advanced فنسوي نسوي ال- palliative treatment يعني انه العلاج اللي يحاول قدر الامكان انه يريح patient بال- course of his life الى ان يعني يعني خنقول لانه mortality rate ما رح يكون عنده كلش عالي فما نقدر رح ندخل له جراحين فعلى الاقل انه الريحة ما يصر عنده intestinal obstruction أو من هذا القبيل من الممكن انه نستخدم هاي ال- argon laser وال- palliative treatment اوكي اضافة لذلك plasma coagulation ممكن يصر in certain lesions bleeding lesions وإلى آخر طبعا هنا ال- colonoscopic picture رحي شرحتكم نفس الشيء احنا نقدر نطبق مو فقط على gastro intestinal tract وانما حتى على genital urinary tract فممكن اكو hysteroscopy على سبيل المثال ال- hysteroscopy هو انه نفس المبدأ scope they foot through the cervix through the vagina through the cervix and into what and into the uterus لبنى رح يروح لل uterus اكو why همين اكو therapeutic واكو diagnostic diagnostic اذا كان اكو اي مشكلة من الممكن انه نباوع على uterus من الممكن انه يعني طبعا رح تاخدو هاي in details بال obstetrics وبال gynecology خصوصا اكثر شي رح تاخدو بال gynecology صف خمس ان شاء الله اوكي اذا كان اكو مثلا adhesions بال uterus asherman syndrome على سليم لمن uterus يكون لاطش فممكن نسوي ال adhesiolysis اذا مثلا اكو endometrial polyp ممكن نسوي polypectum اذا كان اكو abnormal uterine bleeding نشوف شما السبب ما نوقف اللي هو بيه هاي اسباب اذا كان adenomyosis بحد ذاته هو يتشخص after hysterectomy اذا كان اكو myomectomy fibroid اللي هي benign tumors داته تكون موجودة بال muscle of the uterus ممكن انه اذا كانت طبعا بيها انه اكو يعني sub mucosal fibroids من الممكن انه تنشال بس sub serosal او intramural fibroids اللي بتكون داخل الوالو هاي صعب انه تنشال يعني او ما تنشال الحقيقة بالهيستروسكوبي بس اذا كان sub mucosal يعني جو mucosa of the endometrium من الممكن انه احنا انشيل اوكي اذا كان اكو اي malaria malformation اللي ممكن اصلي نتيجة cromosoma abnormalities اذا كان اكو retained product of conception اذا اكو intrauterine devices تكون موجودة جو عادة لمن يحطون intrauterine device اللي هو يسمو اللولب يحطو موجود جو حتى يمنع الحمل طبعا بي انواع بي كوبر وب المرينا وبغيرها من الانواع اللي بعدين راح تاخده صف خامس بس يبقى بي خيط للخارج بس مرات الخيط يروح للداخل يعني يضيع فنفطر انه شونا نطلع نفطر انه ندخل بال يعني بال hysteroscopy اوكي فإذا هاي واحدة من الاشياء مثلا ممكن نشوف uterine polyps اوكي ممكن نسوي coagulation ممكن نشيل بعض الاشياء في نفس الشيء اضافتين الى ذلك بال orthopedic surgery اكو arthroscopy اكو knee arthroscopy اكو shoulder arthroscopy اكو حتى hip arthroscopy الممكن انه عن طريق knee arthroscopy مثلا نشوف الاربطة نشوف المنسكاي نشوف اذا كان اكو اي منسكال تير بالني مثلا نقدر نخيطها اذا نشوف اذا كان اكو ال ACL ال PCL anterior posterior posterior ligament اذا كان بيها A-tear او اذا كان absent ممكن نصنع او ممكن نخيط ها اوكي فهاي وطبعا نفس الشيء بالنسبة لل shoulder اذا كان اكو labrum tear اذا كان اكو اشياء ممكن انه tendon rupture ممكن نتعامل بياها arthroscopically نزيل فنفس الشيء هنا انا 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 وندخل واحد كاميرا واحد هو working port طبعا هنا انا بدل لحظة انه هذا femal اوكي وهذا اللي دل لحظة هي التبية جوا وهذا هو meniscus اوكي فنشوف مرات اذا كان اكون meniscal tear ونقدر انه نعالج انخيط اذا كان اكون ACL او PCL tear ممكن انه احنا نتعامل ايا يعني مثل اضافة الى ذلك مو فقط بال يعني بال orthopedic حتى بال urosurgery لان نقدر نفوت لل urinary bladder انطريق السيستوسكوبي اوكي ال endoyurology ممكن بعض الحالات patients يجون hematuria chronic ماذا نفوت يطلع انه chronic cystitis ف بال frequent UTI نعرف شون السبب اوكي hematuria لازم نسوي سيستوسكوبي urinary frequency more than 8 times per day unexplained اوكي ال urgency ال pain during urination abnormal cells بال urinary sample كلها نقدر انه نسوي cystoscopy طبعا بها indication عمو اي واحد يجي عند urinary retention رأس 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 بس لما تكون unexplained لما نريد additional information من الممكن انه نلجأ لل urinary endoscopy أو لل cystoscopy او اكو laparoscopic urology في بعض الحالات مثلا نقدر نسوي laparoscopic nephrectomy نفس الشي انه هنه ده نفوت من البطن بس هنه نفوت in retro peritoneal فعشان انه ال kidneys راح تكون in retro peritoneal فعشان وممكن انه نسوي nephrectomy وتنشع اوكي it's the same thing هنه cystoscopy طبعا اكو اضافتين الى البرونكس ونحدد نشوفه هنا مثلا نلاحظ اهنه هاي carina اوكي اللي هو bifurcation اوكي ما بين الright والleft ونلاحظ انه اكو foreign body اوكي عاصي هنا فمن الممكن انه احنا نجي وناخذ بالبرونكوسكوبي وخلاص تخلص المسألة اهنه مثلا احتمال اكو malignancy اوكي ونلاحظ انه انه بلنشوف المالignancy بالبرونكوسكوبي ممكن ان نوقف البليدنج في بعض الحالات اللي يصير اكو يعني بليدنج سفير ممكن ان نوقفه بالبرونكوسكوبي الفاتس الفاتس هو يعني تكنولوجي مثل الابروسكوبي بس هي وين تصير تصير بال chest اوكي بالثوراكس ينسميها video assisted thoracoscopy او video assisted thoracoscopic surgery اللي هي هم diagnostic وهم therapeutic لمن اكو hemoptysis لمن اكو recurrent cough لمن اكو abnormalities بجس x-ray لمن نريد انه نشوف اذا كان اكو اي infective process لولا لمن نريد we diagnosed diffuse lung disease لمن نريد ناخد biopsy من اللون اوكي الtherapeutic لمن احنا عدنا مثلا bleeding لمن احنا عدنا مثلا aspiration of secretion نريد اوكي لمن نريد ندخل في بعض الحالات انتو ممكن ندخلها احنا بالvideo assisted thoracoscopic surgery نفتح هذا obstruction اوكي عن طريق الليزر او عن طريق من دخل stent او عن طريق الbrachytherapy وإلى آخره من التكنولوجيز اللي تتصير بالvideo assisted thoracoscopic surgery اوكي فنفس المبدأ احنا different ports ونقدر انه ندخل into the thorax نتعمل ويا اي شيء موجود inside of the thorax اوكي فنخلي هذا الشيء طبعا اكو specific contraindications اوكي في بعض الحالات لما يكون مثلا patient مدى يقدر انه يعني طبعا هنا لما احنا ندخل بالvideo assisted thoracoscopic surgery احنا ندخل in the chest من ناحية يعني ندخل من نص اوكي يعني اللنج الثانية اذا ندخل من الرايت لازم اللنج الليف هي اللي تشتغل بس اوكي يعني single lung ventilation باليونج 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 اللي هما اوكي يعني ما عادهم مشاكل ممكن انه ينقدر انه على قد العملية نخليهم single lung ازين ventilation وعادي نشتغل بها بس اكو patients ما راح يقدرون they are unable to tolerate single lung ventilation فهنا هنه راح تصر مشكلة عادهم ماذا يعتبر contraindication اوكي الpatients اللي عادهم advanced lung malignancy الpatients اللي عادهم plural synthesis يعني او لما يكون اكو mediastinal malignancy بس مو اي mediastinal malignancy لما اكو mediastinal malignancy قابلة انه تصير resected من حاول انه نفوت بالفاتس وانه نتلاعب بها ليش حتى ليصر spreading of the tuner حاول انه تعتبر a few contraindications لما يكون locally advanced lung cancer لما يكون mediastinal malignancy for resection لما يكون enable to tolerate single lung ventilation or pleural synthesis نفس شي جنا بالent لما احنا ادنى ابصل شي laryngoscope اللي احنا نستخدم دائما لما نريد نسوي intubation اكو indirect laryngoscope من الممكن انه احنا مو لازم نباوع بعيننا وانما in an indirect fashion بالfibro optic endoscopy وانها هو يعني اشيا مثلا patient عند nasal obstruction failed mirror examination and the sinusitis chronic cough وإلى آخرين من التفاصيل اللي رح تاخدوها بالent ان شاء الله نفس شي بالent اكو فتش نسمي functional endoscopic sinus surgery اللي هو بحالات chronic sinusitis بحالات polyposis بالmucose بالfungal sinusitis بالbenign tumors وغير هم من الindications وإضافة الى ذلك هاي functional endoscopic sinus surgery يستفردوا منا مو فقط جماعة الent وإنما حتى جماعة الeneuro surgery ليش لأنه مثلا من دا يريدون يروحون يشوفون l-optic chasm ويسول decompression مثلا يشيلون pituitary adenoma على سبيل المثال يفوتون through the transnasal approach يعني through the sinus وبالتالي رح يروحون directly into the pituitary gland ويسول decompression أو مثلا مرات يصر أكو hematoma أو thrombus موجودة بالpituitary مثلا pituitary apoplexy يسموه أيضا من الممكن أنه يشيلوها ويسولها evacuation عن طريق transnasal approach إضافة إلى ذلك بالneuro surgery بالorthopedic surgery أو spine surgery بحد ذات endoscopic laminectomy أو endoscopic discectomy اللي بخواية تفاصيل وهو بحر آخر يعني من بحور spine surgery أنه نحن نسوي مو فقط micro discectomy لا نسوي endoscopic discectomy زين نسوي endoscopic discectomy أكو بأنواع أكو interlaminar وأكو transforaminal approach وأكو farlateral وأكو شركات مثل يعني شركات تيجي وتطور الانسترومنت مالتها يعني ريتشارد وولف بانكس مور إلى آخر هي تيطورون المالتهم في سبيل يعني أنه نحن نقدر نسوي endoscopic spine surgery بطريقة صحيحة أو بطريقة يعني مرتب طبعا مو كل يعني pathologies ترهم لها صراحة endoscopic discectomy يحتاج إلى أنه نسوي criteria أو يحتاج إلى أنه ندخل الpatient بselective criteria حتى نعرف أنه راح يستفاد له لا طبعا usually they are done under local anesthesia while the patient is awake endoscopic basal skull surgery أيضا من الممكن أنه نحن we treat anterior cranial based lesions أو إلى آخر من هاي التفاصيل نعرف أنه gamma knife هاي طبعا تعتبر minimally invasive بغض النظر عن الاندوسكوب هاي تعتبر minimally invasive techniques labroscopy labroscopy الأشياء بالبطن أكو pediatric labroscopy وهي طبعا يعني ما نريد نحط مصطلح pediatric labroscopy بشكل عام هي pediatric أو adult مثلا بالأطفال ممكن يستخدمون labroscopy الأpendex للهرنية مثلا في بعض الحالات undescended testes ينزلوها ورهم يمر عليها فترة معينة إذا هي منزلت من كيفها في بعض الحالات colisistectomy ستقلون شنو colisistectomy بالأطفال والطفل شنو اللي يجد يسوي colisistectomy لأنه في بعض الحالات يصر عند البلد يعني مثلا في بلد diseases مثلا يصر أكو يعني مثلا أو أي شي من هاي الأشياء اللي تسوي من هيمولوس وبالتالي رح يصر أكو يعني dark colored gallstones موجودة يعني يصر أكو black stones نتيجة للهيمولوس وين تكون موجودة تكون موجودة بقوابها تسوي gallstones وتسوي احتمال مصدادات تسوي كومة مشاكل فممكن نسوي colisistectomy بالأطفال اللي يجدهم هيموليطic anemia inguinal hernia خصوصا ال indirect inguinal hernia لأنه بعدين رح تاختون الانتوشن الفرق بين ال direct و ال indirect حالي ال indirect هي اللي تكون بالأطفال ال direct هي اللي تكون بالأدوط سنتيجة لل defect اللي يصير بال hasslebox triangle بينما ال indirect لا رح تنزل ال spermatic cord وال laproscope in general surgery اللي احنا رح ندخل في instruments telescope like instruments through small incisions into the belly button وبالتالي رح نقدر انه allow visualization to the abdomen and to the pelvis بالبداية طبعا اكوه ونرجع نحكي عليها مرت اللو وي decrease size infection رح يقل dehiscence او weakness اللي صير بالجرح رح يقل bleeding herniation اوكي اللي صير يعني post operative hernia نحنا نعرف انه عادة لو نقص المصر ما رح يرجع هاي المصر ما رح ترجع الى full strength رح ترجع الى 70% of the strength النسبة بال بال incisional hernia بالopen surgery هي 10% بالابتوران بينما بالlaproscopic surgery هي 1% مو ما تصير بس اقل بهواي اوكي decrease wound pain mobility patient طبعا wound trauma رح تقل mobility patient يعني رح يكون اسرع heat loss بالنسبة للpatient رح تكون لانه احنا مفاتحين جسمه حتى يصير heat loss اوكي مفاتحين البطن للخارج و improved vision بالنسبة لل surgeon لانه اكيد رح تكون magnified ويقدر يسوي maneuver بحيث يباو على كل شي under magnification بس اكو بيها limitation limitation انه احنا نعتمد على يعني vision اللي دنشوف ه مو بعين الremote vision دنشوف من الكاميرا ثاني نقطة احنا ما رح نقدر نلزم بيدنا ونسوي touch فما عندنا هذا tactile feedback يعني ما رح نقدر نعرف انه مثلا هذا heart ممكن نحس ها بالport او working instrument بس مو مثل ما نزم ها بيدنا اوكي يعتمد على hand eye coordination اللي يتوقع هوا من الناس اللي يصير عدهم بانه يعني مثل ما واحد يلعب playstation بالضبط هاي هو اللي نسمي hand او hand eye coordination بيدفكولتي in bleeding control طبعا لانه ما لنا يعني الراحة انه رأسنا نضرب stitch ونسوي suture شوية تكون اصعب المسألة يعتمد طبعا على new techniques يعتمد على ان الشخص متدرب له لا لانه رح يكون لانه الوود صغير اذا ريد نطلع فد شي بير مثلا فلازم يعني نسوي فالتكنيك ياما نكبر الوود او ياما نسوي crushing مثلا رب نطلع spleen رب نطلع gallbladder كل الشبيرة مزيلا ما خلي هاي الاشياء بان انه هاي تعتبر limitations of minimal access or minimal access surgery المنimal access surgery اكو بيها specific contraindications ال contraindications ليش نصر اولا احنا لما نجيب المريض راح ننفخ البطن مالتا هاي النفخة بالCO2 راح ندخل ال brain needle وراح ننفخ البطن بالCO2 النفخة هاي راح تأثر على heart وتأثر على lungs لان راح تضغط على heart وراح تضغط على lungs فلذلك السبب بالpatient اللي عند cardiopulmonary disease هنا التضغط this is number one number two لما عندي لما عندي داريد أدخل ال needle أو دخل ال instrument هنا عندي مفروض أنه الأمعاء تكون بعيدة عني لما تكون بعيدة عني المشكلة شنو أو لما تكون خلن نقول يعني أكو عندنا مثلا حالات مثل intestinal obstruction البطن راح تكون alias أو paralytic أو هي obstructive بلأي سبب بحيث راح تكون enlarged ومن تفخ فأول ما راح أدخل بال needle أو بال port أو راح أضرب l'intestine وبالتالي l'intestine obstruction طبعا راح يكون contraindicated بgeneralized peritonitis يعني بس راح حول يعني راح أنشر الperitonitis إحنا نريد نخلي localize إحنا إحنا إذا نجي نسوي generalize ما يصغل همينه فهيا it's contraindicated significant hemo peritonitis لما أكو blood وداخل الperitonitis لح طبعا لازم ندخل يعني in an open technique okay patient عند adhesion ات مش تقلي قبل عمليات وعند adhesion وما راح أقدر أني أنفخ وما راح أقدر أني أسوي أي maneuver فبالتالي extensive peritonitis همينه تعتبر large pelvic tumor ممكن it will obscure my vision patient obese لأنني لازم أدخل لازم أنفخ وهذا patient ما راح يكون يتحمل أو أيضا متعتبر إلى حد ما contraindicated بس مو دائما يعني مو نقول أن obesity بحد ذات هو contraindication لا أكو هم obese يعني عادي نقدر نشتوهم بس هو it depends okay وأكيد الpregnancy أكثر من 16 12 weeks راح يطلع اليوترس يسعد فوق البلوس بس أكثر من 16 بس يعني من 12 إلى 16 weeks عادي نقدر نشتوهم بس أكثر من 16 weeks و this is very important كنبر تحفظو تخلو ببايكم يعتبر contraindication to minimally invasive surgery طبعا هنا مثل ما للحظ صورة عن laproscopic surgery هنا الكاميرا okay هنا الport حسب العملية وحسب شنو اللي ذلك ممكن أنه نقدر نشيل الgold بلاد نسوي laproscopic colistectomy laproscopic inguinal hernia repair anterior reflux surgery okay اللي هو يسموها from duplication appendectomy bariatric surgery مثل sleeve والbypass وغيرها okay ممكن حتى laproscopic collectomy أو anterior resection ممكن بالlaproscope نسوي upper gastrointestinal يعني surgery ممكن ونقدر نفوت in laproscopic fashion كل هاي العمليات وعمليات بعد أكثر نقدر أنه نستخدمها بالminimally invasive procedures okay ممكن collectomy gastrectomy splenectomy nephrectomy adrenalectomy prostatectomy thyroid parathyroid وكلها يعني it's becoming widely utilized okay الVATS الهيرنية surgery كل هذا تتحول لأ aortic aneurysm surgery حتى thyroid parathyroid ممكن أنه نستخدم بها minimally invasive techniques أكو branch آخر اللي هو robotic surgery robotic surgery هي استخدام robots السرجن يكون ديتحكم بrobotic arm okay يتحكم بrobotic arm حتى ديتعامل ويا tissue الروباك الروباك يحتاج يعني الفيدباك اللي ديتينطي هو أنه يخلي السرجن تكون كلش precise طبعا يحتاج إلى advanced technology computer technology مثل الدافينشي وغيرها الروبوت بشكل عامل راح تضطي magnification تقريبا يعني في عشرة high definition 3D image بحيث أنه يشوف الاناتومي كلها والجراح يكون قاعد هنا ما راح يجي على الpatient بس مجرد يساوون الـ setup هنا الروبوت هو اللي راح يتحكم الpatient ما حد يجي يم الجراح قاعد هنا ويشتغل على computer console وحتى بيها specific sensations مثل ديفينشي system مثلا على robotic surgery نارس هنا وأكو الروبوت وأكو جراح اللي قاعد يشتغل under the computer system بشكل عام الروبوت ليه ويشتغل أكو يعني أكو differences ما بين الروبوتك وما بين اللابروسكوبي العتيادية مثلا اللابروسكوبي العتيادية ديه بينما الروبوتك لانتين 3D image الكاميرا تس held and moved by the assistant بالنسبة لل labrosكوبي بينما هنا الكاميرا by the surgeon control لان هو راح يتحكم بيا لان هي held by the robotic arm فهو بس يغير من يما بال vision أو بال camera اللي يريد يشوف ها حسب هو يتحكم المزاج جيد هنا عادة الانسترومات تكون rigid تتحو يعني لما تتحرك تتحرك حوالين a fulcrum يعني حوالين عتلة هنا لا هنا الطبيب بال laproscope لازم يوقف ازيان فإيه تعب اكيد لان ما بال روبوت كحد ونقول مجرد انه يبع على الهاية و لازم ال robotic arms بإيده ال image طبعا هنان المovements راح تكون mirror image بال laproscope فال surgeon راح يحرك ال hand opposite direction of the desired direction لانه اكو mirror image ازيان بينما هنان surgeon بال natural manner كأنما هو فاتح open اوكي لما يبع على ال robotic اضافة الى في robotic arm بيها تكنيكات حتى لمن الجراح يضغط مثلا على tissue اكثر توقف تطي احمر او تقول او هي من يم تقطع اوكي ما تخلي الجراح يسوي trauma اوكي فبي بيها safety measures اكثر بس بيها disadvantages اكيد اوكي ما كفت شي يخلو من ال disadvantage هو انه كل اشغال اوكي ال setup و ال operating time على ما يسوي ال setup و راح ياخذ كل شو وقت اوكي بشكل عام اكو risk to convert to conventional techniques مزين learning curve موسهل prolonged learning curve بالجراح حتى يتعلم انه شون هي master robotic working channels ممكن تسوي trauma المستوي مشكلة بس اذا اصنع مشكلة بس يعني نعتبر disadvantage اوكي وفي بعض الحالات ان extreme positions اذا احطين الايادي الجراحي انه نعرف الروبوت يكون بها الطريقة هاي بيه واي ايادي اوكي بيه هاي هان هنان فممكن انه تصير واحد الطخ بالثاني فاللي هذا يحتاج الى time يحتاج الى effort يحتاج الى learning اوكي كروبوتك سيرجري طبعا الروبوتك سيرجري ستتطور بحيث انه تصير online روبوتك سيرجري انهم يساو اله ستتب في مكان اخر هو في مكان اخر ويقدر يساو هو ال operation overseas فهي كلها يعني they are being the systems they are being developed